يلا يجوني عشان الشرباط بسلم ييدك تانكيو تانكيو يلا يلا حبيبي أحذريش يلا حبيبي قدلق أعلان بتاعه ده ما خلني نصدق طيب كبير حيتباحني اللي عملت كده طب ايه ده مش تاخد بالك ايه يا اخي ايه 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 ده ما بتفهمش سوري بقى قصة المشهد ده اللي تعملوا بتاسم ايدي معليش يا كمان اياسف بقصة المشهد ممكن عيب من الاول المفروض ان الشرباط بيجي مدلقوا عليها فبتديني بالقلم فبصالحها بالمسحوق ايه تبتقوله ده لا يفحد بوز الدنيا اه اه سوري لو بواصل اعلان سوري للسبونسرز واضح اني بواصل اعلان وبواصل كل حاجة بس خلاص مش فرقة انت بتعذر صح؟ بيعذر بموت في اهزاره بموت في اهزاره انا بتكلم جدا على فكرة مبدايا كده النحظة اللي انتوا شايفيني فيها دي دلوقتي ليازدق لحظة في كريري كله كل اللي فات كان فيك كله انا شاب عادي طاقت في دماغي اعمل شوية فلوس واتشير لما عدت ادور لقيت ان المحتوى التافه هو اكتر حاجة بتحبوها بتموتوا فيه واي حاجة ليها معنى بتعملوا لها سكرونة وده اللي زقني على فكرة على السكة دي انتوا خلاص الموبايل بقى قفيون عندكم اول ما تصحوا من النوم اول حاجة تبصوا عليها وبالليل قبل ما تناموا اخر حاجة بتشوفوها الموبايلات واللي في النص بتتابعوا الناس اللي زي انا والشروق الحياة تفهى فيك انتوا حابين تصدقوها احنا بقينا لما بنسافر دلوقتي بنسافر عشان نصور السفرية مش عشان نستمتع بيها ولما بنطلب أكل بنطلبه عشان نصوره مش عشان ناكله بنستلز باللايكات اكتر من الحياة الحقيقية تعملوا اي حاجة تاني الدنيا فيها حاجات كتير ألز من الأشكال اللي زينا انزلوا اكتشفوا الطبيعة اللي ربنا خلقها انزلوا اكتسبوا خبرات حقيقية تفتكوا اخرجوا اتعرفوا على مقذوروا بعض اتعلموا اي حاجة انتوا عارفين لو النت قطع عليكم في يوم من الأيام اقسم بالله العظيم لتلوسوا هتكتشفوا انه ضيعتوا حياتكم كلها فوالا حاجة تفاهى بس الوقت ده كله لو كنتوا استثمرتوه تتعلموا حاجة قد كده كان زمانكم بيتوا أسدزة فيها انا عارف كويس قوي ان عملتوا دلوقتي ده نهى كاريري خالص على السوشيال ميديا بس اي دونت كير وملايين الفولورز اللي عندي مش مهم خلاص وكل اللي فارغ معايا دلوقتي عيلتي وكم صاحب حقيقية انا من النهاردة خلاص قررت احرر نفسي مش حبقى كلب اللايكات انيمور ومن الاخر مش حبقى سانة فاريتش سوريا كبير ولا يهمك يا وده بوي الحمد لله على السلامة المهم انك فقت اه فاق ولسه بقى لما اسمع عن وفاجأة جديدة حيفوه أكتر لسه لما طلع دلوقتي على الاسم وقدم الكنبيالات اللي بخمسة مليون جليل اللي انت ماضي عمري وقضيك في ستين داية زي ما انت قضيتني في ستين داية وحياة عمي بحسيبك وا 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 Wah كبيرات دا عندي انا يا كبير الماض cel دا انا المصؤول وأنا اللح أحلى وأنا إيه وانت إيه وانت بموه vi وفيه بين الاخوات انا وانت هارجانا مش تفتوملوا ايه لم اقولي المبيلات اللي هنيح كلها واتحفظوا لي على المعازين لعده ما نشوفوا حوارك كبيرات دا اوه اشترك في البقاط الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية